إذا غذي القلب بالتذكر وثقي بالتفكر ونقي من الفساد رأى العجائب وألهم الحكمة أيها الإخوة الكرام ما من عطاء إلهي يفوق أن يكون قلبك سليما وما من عقاب إلهي يزيد عن أن يكون قلبك محجوبا عن الله فالقلب الموثول قلب رحيم والقلب المقطوع عن الله قلب قاس وما ضرب العبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله أكبر عقاب المرض العضان ينتهي عند الموت وقد يكون فاحبه من أهل الجنة لكن أمراض القلب تبدأ عند الموت وتهلك فاحبها إلى أبد الآبدين أمراض الجسم تنتهي بالموت فلان معه ورم خبيث فلان معه ورم خبيث فلان معه ورم خبيث في جنة في آخرة في أبد أما الذي معه أمراض في القلب هذه ما دام في الدنيا هو المخدر الناس نيام إذا ما تنتبه أما حينما يلقى الله عز وجل تبدأ هذه الأمراض الكذر الاستعلاء القسوة اللؤم هذه تهلك فاحبها لذلك أيها الإخوة حينما تذكر الله فلا تشعر بشيء وحينما تصلي فلا تشعر بشيء وحينما تقرأ القرآن فلا تشعر بشيء هذا مؤشر خطير جداً أحياناً يؤخذ الضغط من قبل الطبيب أنت بتلاحظ علامات الدهشة على وجه الطبيب ما هو ٢٢؟ ١٦؟ ١٦؟ تجحظ عينه أن هذا القاتل الصامت الضغط فلما الإنسان لا يشعر بشيء لا تنهمر من عينه دمعة ولا يتحرك قلبه وهو يقرأ القرآن ويصلي ويذكر هذا مؤشر خطير جداً كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون الله عز وجل يعطي الدنيا تجارة رابحة صحة جيدة بيت رائع مركبة فارغة زوجة جميلة لكن محجوب عن الله وقد يكون الوصل في أصعب الأمكنة في المنفردة وقد يكون الوصل مع الفقر وقد يكون الوصل مع المرض وقد يكون الوصل مع متاعب الدنيا لذلك من علامات الوصل السكينة التي تسعد بها ولو فقدت كل شيء وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء وإن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين فما ضرب العبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله خلقت النار لإذابة القلوب القاسية إن قد يبني مجده على أنقاذ شعوب قد يبني حياته على موتهم قد يبني أمنه على خوفهم قد يبني عزه على ذلهم قد يبني غناه على فقرهم أما إذا جاء الموت بدأ العقاب لذلك وعز السليم هو القلب الذي سلم من شهوة لا ترضي الله وسلم من تصديق خبر يتناقض مع وحي الله وسلم من تحكيم غير شرع الله وسلم من عبادة غير الله أبعد القلوب من الله القلب القاسي إذا قسى القلب قحطة العين قلب كالصخص لا يبكي إطلاقاً أن له أن يبكي لذلك قالوا لو في ابتهال إلى الله لو في مديح لرسول الله لو في مناجاة مع الله هذه الأناشيب وتلك الابتهالات وهذه المناجات هي مصباح كمصباح علاء الدين يكشف لك عن كنوزك أنت المخبوئة في أعماق نفسك ولكنها ليست بالكيس المملوء الذي يفرغ في الخزائن الخاوية إنسان أيام يجلس بمجلس في مديح للنبي الكريم أو في ابتهال إلى الله أو في مناجاة تلقي الحاضرون بعضهم قلب قاس كالصخص يتململ لا يتأثر لا تدمع عينه وإنسان آخر يكاد يذوب من البكاء لأن هذه المناجاة وهذا الابتهال وهذا المديح حرك كنوزه التي في قلبه أما الذي ليس عنده كنوز لا يتحرك فيه شيء يعني هي كما يقال تجربة مع الله لا أضرب مثل لو أن امرأة عاقرا قرأت قصة عن امرأة عاقر والقصة طويلة وأحاسيش المرأة العاقر وآلامة وقلقة وخوفة من أن تطلق وافتقارها إلى ولد يملأ حياتها بهجة وسعادة هذه المرأة العاقر حينما تقرأ قصة عن امرأة عاقر يمكن أن تبكي مئات المرات أن هذه القصة عزفت على أوتار قلبها أما لي عندها عدد من الأولاد العاقين تقرأ هذه القصة فلا يمكن أن تدمع لها عين طبعا لذلك الذي يملك مع الله تجربة كما يقال له علاقة مع الله له اتصال بالله له أعمال طيبة له تضحية هذا حينما يسمع الإبتهالات والله أحيانا حينما يسمع الأذان فقط يكاد قلبه يذوب وإذا سمع القرآن وجد قلبه وخسعر جلده فأنا أتمنى أن تكتشف الحجاب قبل فوات الأوان قد يكون القلب محجوبا إذا اكتشفت الحجاب قبل فوات الأوان علشته أما إذا اكتشفت الحجاب عند لقاء الله عز وجل فالمشكلة كبيرة جدا ذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير إذا قسى القلب قحط في العين قسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة الأكل والنوم والكلام والمخالطة وما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه والنوم في هناك أوصاف قاسية جدا كأنه دابة ينام فلا يستيقظ وكثل الكلام ومن كثر كلامه كثر خطأه دخل بالغيبة والنميمة والازدراء والاستعلاء والاستكبار والقطيعة والتباهي عد بعض العلماء أكثر من عشرين مرض من أمراض الكلام والمخالطة يلتقي مع من يشاء يحدق في من يشاء ولا في ما في النساء يعني ما عنده شيء ممنوع فهذا الذي يختلط مع من يشاء ما في عنده ممنوعات أبداً ما في عنده شيء محرم يختلط مع من يشاء يتكلم كيف يشاء ينام إلى أن يمل الفراش يأكل حتى التخمة هذه الأشياء الأربعة تولس قسوة القلب قال كما أن البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطعام والشراب فالقلب إذا مرض بالشغوات لم تنفع معه المواعض أيام بتكلم المتكلم وضع المستمع ونار لو نفقت بها أضاءت ولكنك تنفق في رمادي لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي أخواننا الكرام بمنطلق الدائم الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح احذر قسوة القلب القلب القاسي بعيد عن الله لا يتأثر لا يتأثر بمصاب الناس مستعد أن يملأ بطنه من أنفس الطعام ويرى حوله الجائعين يتسوقون إلى لقمة لا يتأثر أبداً قال من أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهوته الذي يميت القلب الشهوات والذي يحييه الطاعات القلب يكبر ويكبر ويكبر ولا نرى كبرة فيتضاءل أمامه كل كبير ويصغر 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 ولا نرى صغره فيتعاظم عليه كل حقير من أراد صفاء قلبه سليؤثر الله على شهوته القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بها والقلوب آنية الله في أرضه آنية الله فأحبها إليه أرقها وأصها والقلب منظر الرب إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم قد يهبك الله شكلاً جميلاً ولك ذوق رفيع في اللباس وترتدي أجمل الثياب وبألوان متنافقة وبنوع من أعلى مستوى وعطورات من أغلى الأنواع والقلب ميت متفسر وقد تكون فقيراً ترتدي ثياباً متواضعة ولك بيت متواضع والقلب متأجج بمعرفة الله والشوق إليه هؤلاء الذين حجبوا عن الله شغلوا قلوبهم في الدنيا يعني أي حديث في الدنيا يطرب له ساعتين ثلاثة الحديث عن الرياضة عن كرة القدم عن أسعار العملات عن الأبنية عن الاستثمارات القادمة عن حتى يصغي قضية استقامة وقضية محبة الله هذا الإنسان مسكين ما عنده شيء إلا المنضوعاته يمل قال ولو شغلوها بالله والدار الآخرة لجالت في معاني كلامه وآياته المشهودة ورجعت إلى أصحابها لغرائب الحكم وأطراف الصوائد إذا غذي القلب بالتذكر وسقي بالتفكر ونقي من الفساد رأى العجائب وألهم الحكمة أخوانا الكرام أنا مضطر أن أبين هذا البيان أحيانا بلا موارد تمل من القرآن تفتح لا يوجد رغبة لا يوجد انشراعه تريد أن تقرأ جزء صبحتين صدق الله العظيم هناك مشكلة كبيرة يحدث هناك بعد عن الله لأنه تعلق بالشهوات لذلك ولو نزلناه على بعض الأعنين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين يعني واحد تكلم باللغة الفارسية والله لا يمكن أن تفهموا حرفا واحدا أنا سافرت إلى بلاد فارس ولا تفهم حرف واحد فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك نسلكه في قلوب المجرمين عربي ابن عربي عربيته عالية جدا معه دكتوراه بالآداب فصيح متكلم بليغ أستاذ المادة الفلانية في كلية الآداب يقرأ القرآن فلا يرى فيه شيئا فقضية متعلقة للقرب من الله هذا القرآن يفهم بالقرب من الله لا يمسه إلا المطهرون لم يقل لا يمسسه لو أنه لا يمسسه لكانت اللا ناهية لا نافية اللا الناهية من أمر الله التكليف أما اللا النافية من أمر الله التكوين هذا القلب معفل لا يمسه إلا المطهرون فمن غضي قلبه بالذكر وسقي بالتفكر ونقي من الفساد رأى العجائب وألهم الحكمة وقال ليس من تحلى بالمعرفة والحكمة وانتحلها كان من أهلها ممكن إنسان بذكاء يطلع على بعض أقوال الثلف الصالح ويحفظ وينقل لكنه بعيد عن مضمونها قال إن أهل المعرفة والحكمة أحيوا قلوبهم بقتل الهوى وأما من قتل قلبه بالهوى فالمعرفة بعيدة عن قلبه ولسانه قال خراب القلب من الأمن والغفلة في أمن ثاذج مطمئن لا يخاف الموت لا يخاف الدار الآخرة لا يخاف عذاب الله لا يخاف المسؤولية الإنسان أحيانا إنسان سوف يسأله لا ينام الليل إنسان لا تنام الليل من مساءلة إنسان فكيف بمساءلة الواحد الديان إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان حلاوة الإيمان يعني القلب حي ما هي هذه الثلاثة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أن يكون الله في قرآنه والرسول في سنته أحب إليه مما سواهما عند التعارض وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار هذه تحيي القلب إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة وإذا رضيت بموائد الدنيا فاتتها موائد الآخرة من أحب دنياه أضر بآخرته الشوق إلى الله ولقائه نثيم يهب على القلب إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعربوا لها من وطن قلبه عند ربه سكن واستراح ومن أرسله في الناس اضطرب واشتد به القلق ولا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا ما في محل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه إذا أحب الله عبداً اصطنعه لنفسه وألقيت عليك محبة مني واصطنعتك لنفسي لذلك سؤل أحد علماء القلوب كم الزكاة يا سيدي فقال عندنا أم عندكم السائل تعجب قال ما عندنا وما عندكم أليس هناك دين واحد قال عندكم اثنان ونصف المئة أما عندنا العبد وماله لسيده ووقته وخبرته وطلاقة لسانه وعلاقاته وثروته لله عز وجل والدليل يا أبا بكر ماذا أبقيت لنفسك قال الله ورسوله أعطى كل ماله لرسول الله فإذا أحب الله عبداً استنعه لنفسه واجتباه لمحبته واستخلصه لعبادته فجغل همه به ولسانه بذكره وجوارحه بخدمته القلب يمرض كما يمرض البدن وشفاؤه في التوبة والحمية التوبة والحمية ويصدأ كما يصدأ الحديد وشفاؤه بالذكر ألا بذكر الله تطمئن القلوب ويعرى كما يعرى الجسم وزينته التقوى ولباس التقوى ذلك خير يعني إنسان جميل الصورة وأنيق الثياد أزاني أشارب خمر إنسان آخر الله ما أعطى شكل جميل ما أعطى مال العريض لكن أعطى قرب لذلك لباس التقوى ذلك خير ويجوع كما يجوع البدن وطعامه وشرابه المعرفة والمحبة والتوكل والإنابة والخدمة لذلك هناك قلب كالجوهر وقلب كالفحم أسود قاسي كالصخر فيا أيها الإخوة لسيدنا عمر كلمة رائعة يقول تعاهد قلبك العوام تقول كلمة أيضا رائعة الإنسان حكيم نفسه يجب أن تعرف مستوى قلبك موصول أم مقتوى في خط مع الله في مناجاة في استغفار في إنابة في بكاء في شعور بالقرب من الله في رحمة على من حولك لما الإنسان المعاصر يهمه أن يعيش وحده وأن يأكل وحده وأن يستمتع وحده وعلى الناس السلام أخوانا الكرام القلب قلب النفس القلب المقصود به في هذا الدنس ليس العضل الصنوبرية التي تضخ الدم إلى أنحاء الجسم هذا موضوع أخر قال تعالى لهم قلوب لا يعقلون بها القلب مركز النفس كيف أن الدماغ ملك الجهاز العصبي والقلب مركز النفس أنا بذكر الله تطمئن القلوب فالقلب يمتلئ محبة أحيانا ويمتلئ ثقة بالله ويمتلئ رضا عن الله ويمتلئ محبة للخلق وقد يكون العكس لذلك الصلاة من أجل القلب والصيام من أجل القلب والحج من أجل القلب والعمرة من أجل القلب والزكاة من أجل القلب كل أحكام الدين من أجل أن تلقى الله بقلب سليم بقلب ليس فيه شائبة ليس فيه غل ولا حسد ولا قلق ولا خوف ولا وجل في قلوب المؤمنين من الأمن والراحة والسعادة ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب ما قال تطمئن القلوب بذكر الله لو قال كذلك لفهم معنى آخر وتطمئن بغيره أيضا لكن ألا بذكر الله تطمئن القلوب أي أن القلوب لا تطمئن إلا بذكر الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أي كنت في الدنيا أعمى لذلك إذا في إنسان من آدم إلى يوم القيامة بالقارات الخمس يسعد سعادة حقيقية وهو بعيد عن الله فهذا الدين باطل مستحيل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى كل السعادة وكل التوفيق وكل التفوق وكل الفلاح وكل النجاح في طاعة الله ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربعه وإذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك ويا رب ماذا فقد من وجدك وماذا